هل الناس كانت يعني الناس هما بيربوا هناك مخططين إذا ده يحصل الأباء والأمهات هما مخططين أو ما إذا كانوش مخططين يعني في جينات منهم بالنسبة منها فيها جين الشجعة ورسوا ابني عني الأم يا دكتور بتقولي لابنها وهو طفل حبيبي أنت ممكن تموت شهيد في أي لحظة استعد عشان خطر الأرض والأرض دي عرض طيب دي فيها معلومة مفيدة هو خلاص هو كبر على الفكرة زي ما هيبها بتقول بقى سيبنا يعني أطفال الانتفاضة هل كل الأطفال على ما يقدر نعلم أولادنا كده؟ ممكن أنا مش بقولك روح موت نفسك بس أنا بقولك لازم جزء من السبعة اللي عايزة أقول لهم لك دلوقتي روما الوظائف الأساسية بقى لتنمي للأباء أنا أضفت وظائف جديدة بعد اللي شفته بعد سيلة والأمس لا هقول لحظة مثلا نمرت واحد خلينا نعلم بأولادنا يعني ما تيجي أم طاضي زعلانة قوي علشان في المدرسة الواد شاف واحد زميله بيتضرب موبايل أجدد من موبايل لا مثلا أبتر كمان لا مثلا الواد بيتضرب في الفصل فقام هو إيه ما رعاش المدرس موجود وقام ضربه قام ضرب اللي ضربه مثلا هو فيه بعد طبعا سيء إخلال بنظام الفصل بس فيه بعد ناس مش وقت اسمه بعد الجدعانة صح تمام فالأم طوعة تمسك الواد تهري وتنكتب علشان إنت إزاي تقوم وتعمل أنا بقولش بردو نعال تقوم في الفصل تضرب بعضين بس في نفس الوقت لما قعدت سمعت الولد قال لي يا دكتور إزاي ملتي بتتضرب في الفصل والمدرس قاعد واقف ساكت ده اسمه يا هيبة ده إيجابي إيجابي ليه دايما نبصها على جالب السود في الموضوع ليه ما نبصها على جالب اللامع في الموضوع الواد ده جدع يبا أنا لازم أعمل كنترول بقى أو سيطرة على رد فعلي تجاه ولادي بالزبط في لاحظة ما يعمل أي تصرر والتمييز ميز إنت البعد الأسود دماغاتي مش بخليك تشوف وراه في حاجة رائعة عشان أحيانا الشهامة أو النخوة ممكن تتأثر سلبيا وأنا بحاول أعلمه حاجة كويسة وما ما يخلش بالنظام تلجئ السليب القانونية لما ده يضغى على ده بيبوز حاجات كتير هي توازن يعني هل إنت تحب تلاقي من منظمة على طول النظام ويضيع منك بعض الجدعانة والشجع ولا الهين اللي أحسن ولا الأم يقول الوقت طوله وإنت ملك إنت خليك في حالك ملكش دعوة خليك في نفسك هنا علمته للسلبي بالضبط عشان برضو نتكلم عن وعي بقى معين طريقة إن أنا أبني وعي الأطفال اللي عايشين أحداث زي غزة بعيدة عنها بيشوفوها النهاردة بيشوف أم بتكتب اسم ابنها زي ما انتوا عارفين على إيده عشان لما قدر الله لو مات أو هي ماتت يعرفوا أنا بقى إزاي معجلة الوعي عند أطفال عايشين حياة مرفهة إلى حد جدير جدا حتى لو فقرة حتى لو محتاجين هو عايش في رفاهية مقارنة باللي يحصل النهاردة بغزة إزاي وازن بقى الوعي بشكر سعبتك بشكر هبة لأنه يعني كلمة مرفهين يعني إحنا الأمان نفسه نعمة لأننا نحن مرفهين قوي إحنا مرفهين قوي مهما كنا فعلا لأننا شفنا مناظر تخلي واحد ما تنطقش ده الإحساس بالأمان عند الإنسان أيوة وأمانهم من خوف ده أهم نعمة بالضبط فده لو عند طفل النهاردة هو في نعمة وحضرتك حطيتي إيدك على حاجة أنا ما كنت بتكلم بقول إيه هم السابع وظائف للأباء بعيدة عن الحاجات اللي قلنا عليها من ضمنهم واحدة إيه أنا هقولك ده ما قلوش الشعور بالأمان المفروض إن أحد وظائف الأباء أنا كنت بكتبه كده بقول إذا حصل مشاكل البد يجري على طوال العالمين بابا ومعمتو حتى لو عامل حاجة غلط يحضنوه ده اسمه أنا بديك الشعور بالأمان بس دلوقتي عاد تفكر فيها نحضر خلاص ونبوص ونطبط أوكي أنا بديك الأمان بس بعد ما نهدى كده شوية ونقعد لازم أكتبه فرع ونرجع نقول على فكرة عجبتني في إقدامك في كذا حلل له التصرف حلل له التصرف وجود له أو ابدي إعجابك بالحتة لفعل شوية اندفاع شوية الاندفاع عملة زي توجهين حدك تكلم صحي جدا جدا وده بيدينا فكرة إنه الرفاهية مش بس رفاهية مادية إنه كتير من الأطفال عندهم رفاهية مادية عندهم كل قولك ده مش نقصوا حاجة ده معا موبايل أحدث حاجة ده بيتصرف عليه كذا في مدارس لكن ما عندوش الرفاهية النفسية أيوة ممكن فيه أهالي ما يقدروش يوفروا صحيح لولادهم كل حاجة مادية لكن عندهم الولاد من الرفاهية النفسية اللي حميهم وعملهم خط دفاع نفسي حارب قد لفظة حلوة قوي الرفاهية النفسية دي سؤال سؤال بنت سيلة دي سؤال عندها رفاهية نفسية ولا لا؟ هجوا بالجاب لا هي عندها رفاهية نفسية يعني شوف هي قاعدة بتعمل لك كده أصلا مش هيامل كده واحد دي مش بتمثل دي طلع من جوه تعمل لك ده هو واللي مش عاجبه أحطها في عينه طب دي عندها رفاهية لا هي عندها رفاهية نفسية ليه؟ لأنها حرة تريد وده اللي أنا عايز أعلمه ده الصعب إزاي تعلم ابنك في وسط الظروف اللي صعبة أيوة آه انت مرفع على فكرة المسألة نسبية وعنده عقيدة تعمل كل حاجة حواليك وانت مش شعر انت مرفع وممكن يبقى مفيش حاجة حواليك وانت شعر انك ملك الدنيا صحيح وكان تكون بسيط وبيت بسيط واحتجاجات كثيرة مش كتوفرة بس عندك البيت اللي عارف انه موجود وعندك الاب اللي عارف انه موجود وعندك الام وديه في حد ذاتها توازن نفسي حتى مش هساميها رفاهية هساميها التوازن النفسي ولذلك التوازن النفسي ولذلك من اهم الحاجات على الاباء مطلوبة الشعور بالاعجاب دي وظيفة بقى سبع وظيف منهم وظيفة اسمها الاعجاب الاعجاب دي وظيفة واللي ما يعجبش ابنه يبقى حرم ابنه من سمع الوظيف